السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة الصف الخامس العلمي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء الذي سيكون مخاصصا عن تطبيقات معدل السرعة هذا الموضوع الحيوي والمهم والذي فيه تطبيقات متعددة وأفكار مختلفة وأهمية قصوى لأنه يحدد كيفية حدوث التفاعل الكيميائي من خلال دراستنا لهذه المعدل السرعة ونتكهن بمسالك التفاعل ونعرف قانون السرعة هذا يفيدنا بالسيطرة على التفاعل الكيميائي وتسييره وفق ما نريد بنتائج جيدة نتائج مرغوبة ونحجب المسالك التي تأدي إلى نتائج غير مرغوبة فيه جدوى اقتصادية وصناعية وأيضا يقلل من الطاقة وأيضا من الخسائر التي قد تحدث نتيجة التفاعل الكيميائي طبعا معرفة معدل السرعة التفاعل الكيميائي مهم جدا أنه نعرف أنواع التفاعلات هناك تفاعلات سريعة جدا وهناك تفاعلات سريعة تفاعلات متوسطة للسرعة تفاعلات بطيئة تفاعلات بطيئة جدا لذلك وحدات الزمن ستكون وحدات مختلفة طبقا إلى نوع التفاعل الكيميائي من الأشياء التي درسناها من خلال معدل السرعة أن حينما يتم معرفة معدل سرعة مادة في تفاعل معين يتم معرفة جميع المواد المشتركة في التفاعل الكيميائي يتم معرفة معدل سرعة جميع المواد المشتركة في التفاعل الكيميائي من خلال معرفة مولاتها في المعادلة المعادلة الكيميائية المتوازنة تنطيني نسبة ما يستهلك من مادة متفاعلة ونسبة ما ينتج من هذه المادة هذا شيء مهم جدا أنه حينما أعرف نسبة استهلاك وإنتاج كل مادة مشتركة في التفاعل الكيميائي من الأشياء المهمة جدا والتي دائما لا نأكد عليها في قانون أو استعمال تطبيقات معادلة السرعة هو كتابة مخطط مخطط يوضح سير التفاعل هذا المخطط نكتب المعادلة الكيميائية نرصد المعلومات ونثبتها أسفل كل مادة ونشوف كيفية حدوث التفاعل الكيميائي طبعا في لحظة بدء التفاعل وتركيز المادة الناتجة يساوي الصفر المواد المتفاعلة قد تستهلك جميعا في آن الواحد قد تستهلك إحداها قد يتبقى باقي من الأخرى هذه المسائل التطبيقية يجب أنه الراعي كيفية معرفة من هي المادة المستهلكة أولا من هي المادة التي يتبقى بينها باقي وهذا إلى علاقة بموضوع أنت درسته في الرابع معدل السرعة ليست دون عزل تماما عن الدراسات السابقة وأيضا تفتح آفاق لنا في معرفة الدراسات لاحقة لذلك أهمية دراسته تنبع من هذا الشيء أيضا من الأشياء التي أكدنا عليها في دراستنا لمعدل السرعة هو قانون رباط السرعة وهذا قانون رباط السرعة بإمكاني أن استثمر لإيجاد سرعة أي مادة بدلالة مادة أخرى وطبعا سرعة أي مادة إلى مولاتها تساوي سرعة المادة الأخرى إلى مولاتها المشتركة في نفس التفاعل أيضا في معدل السرعة التفاعل نفترض أن السرعة لا تتغير في حقيقة الأمر السرعة قد تكون متغيرة لأن التجارب العملية أظهرت أن السرعة ليست ثابت المادة التي تغير تركيزها لا يؤثر في السرعة هذه مادة من المرتبة صفر غالبا ما يؤثر تغير تركيز المادة في سرعة التفاعل بمناسبة هناك مواد تراكيزة عالية جدا لذلك تغير تركيزها لا يؤثر في السرعة وتعتبر من المرتبة الصفرية ولكن حينما يؤثر تغير تركيز مادة على سرعة التفاعل فأنها من المرتبة التي قد تكون نصفية أو كسرية وقد تكون واحد موجب أو اثنيا وحتى المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة صعبة الحدوث بسبب صعوبة تصادم أربع جزائيات في آن واحد ولكن ظهرت هناك بعض التفاعلات وإن كانت محدودة جدا من التفاعلات التي تعتبر أكثر من الثالثة الرابعية وهي من المراتب المعقدة بالإجمال أنه بإمكاني أن أدرس معدل السرعة لمادة من خلال معطيات سؤال بشكل نظري وبإمكاني أن أدرس أيضا إيجاد معدل السرعة من خلال التجربة العملية لذلك أنا أستطيع أن أساهم في تنمية قدراتي كطالب من خلال التجربة التجربة العملية أرصد تغيرات تركيز وتغيرات زمن أجر التجربة وأيضا من الأشياء المهمة جدا أنه أستطيع من خلال الرسم البياني أن أحدد الميل والميل يساوي معدل السرعة من أجد معدل السرعة هنا أنا من أريد أقارن تفاعل مع تفاعل آخر ولكي تكون المقارنة منطقية يجب أن أستخدم مصطلح السرعة العامة والسرعة العامة هي سرعة التفاعل مقاسة بدلالة مول واحد من المادة وبإمكاني أجد السرعة العامة بقسمة سرعة أي مادة إلى مولاتها في التفاعل الكيميائي ووحدات السرعة هي وحدات مولار مقسوبة إلى زمن ووحدة الزمن إحنا قلنا لا يجب أن تشترط بوحدة زمن معينة قد تكون ثانية أو ساعة أو يوم وهكذا هذا الموضوع يقودني إلى فهم أكبر لكيفية استنتاج قانون السرعة لكيفية التكهن بمسالك التفاعل لمعرفة كيفية حدوث التفاعل لدراسة أكبر وأهم لذلك دراسة الحركيات حقيقة الكيميائية دراسة مهمة ودراسة فيها تشوق كبير إحنا في كل تطبيقاتنا نأخذ سؤال بفكرة مختلفة سؤال فيه تجدد سؤال فيه حقيقة فيه تنوع وكل ما كان التنوع أكثر كل ما كانت عملية الاستفادة أكبر للطالب وهذا معدل السرعة فيه أفكار كبيرة وكثيرة جدا جدا بإمكانك عزيز الطالب أن دائما ما تحاول أن تجد فكرة جديدة وتبحث عنها وتنمي قدراتك في الحل كل ما حلينا أكثر كل ما عملية الفهم ازدادت بصورة أوسعة خلي نشاهد هذا السؤال كيف نقدر نحله؟ شون نتعرف على الحل بشكل أوضع شون نمارس عملية التطبيق بشكل أفضل وبالتالي عملية الفهم شيء أكيد راح تكون حاضرة وواضحة خلي نشاهد هذا ليحنا الطيناكة واجب في درس سابق حلينا فقرة منه الطيناكة واجب اليوم راح نوضحها بشكل أكبر راح ندرسها بشكل أوسع وشيء أكيد تمرنت عليه وإحنا متأملين منك دائما أنه تكون في حالة تحدي تحدي للذات الإنسان حينما يتحدى نفسه يتحدى ذاته تبدأ عملية الإبداع عملية الإبداع كيف تبدأ؟ حينما يتحدى المرء ذاته وحينما يؤمن بقدراته وحينما يوظف هذه القدرات بالاتجاه الصحيح الشيء أكيد ستكون هناك عملية إبداع وعملية الإبداع هذه تتأتى من عدة عوامل منها عملية التواصل مع المادة ما أترك فجوة بيني وبيني المادة هذا التواصل المستمر والتمرن المستمر والسؤال والتفكر والتفحص بالمادة راح يخلق عندك حالة الإبداع والتفوق أما السير بخطة غير ثابتة وتأرجح وعدم اجتهاد والركون إلى الكسل لا ما راح يؤدي إلى نتيجة صحيحة أنا متأكد أنه أغلبكم هم من اللي عندهم حب التفوق حب التمييز لذلك اليوم احنا من اختار أسئلة متنوعة فيها أفكار مختلفة وانت معانا وتحلها أنا متأكد راح تشاهد تطور كبير في مستواك خلينا ناقض هذا السؤال ونشوف شون الحلة السؤال التفاعل الغازي هذا التفاعل الغازي 2SO2 زائد O2 ينطيني 2SO3 هذا التفاعل الغازي في إناء حجم لتر في إناء حجم واحد لتر وضع 6 مول من S-Auto وضع 6 مول من S-Auto وأربعة مول من Auto وبعد مرور خمسة ثانية على بدء التفاعل وبعد مرور خمسة ثانية على بدء التفاعل 5 second استوهلك 25% من S-Auto استوهلك 25% استوهلك 25% من S-Auto جد واحد النسبة المئوية للمتفاعل من Auto النسبة المئوية للمتفاعل من Auto خلال الخمسة ثانية النسبة المئوية النسبة المئوية للمتبقي من S-Auto في نهاية التفاعل ثلاثة الزمن اللازم لتوقف التفاعل الزمن اللازم لتوقف التفاعل هذه ثلاثة مطالب طبعا بإمكاني ضيف مطلب آخر أعلى تركيز تصل إليه المادة S-O3 هذه المطالب شون أقدر أحلها أكتب المعادلة الكيميائية طبعا نعدي الحجم V يساوي واحد لتر إذن المول يساوي مولاري هاي أول شيء سنتجته أكتب الآن التفاعل الكيميائي 2S-O2 زائد O2 ينطيني 2S-O3 هذا التفاعل وضع 6 مولاري من S-O2 هذا 6 وأربعة من أوتو هاي أربعة هذا في بدء التفاعل صفر صفر الآن بعد مرور خمسة ثانية استهلك 25% من S-O2 هذا استهلك 25% من عنده يعني إذا استخدمت القانون شو رح يصر النسبة المئوية للمستهلك لS-O2 يساوي المستهلك على الأصلي في 100 النسبة المئوية 25 يساوي المستهلك أنا أريده اللي هو شيء مثل دلتا تركيز على الأصلي اللي هو 6 في 100 طبعا طرفين في وسطين وهنا طبعا التغير في التركيز هو كمية سالبة مقدار سالب لأنه مادة متفاعلة الآن طرفين في وسطين بإمكاني إنه أجد هذه الكمية هاي طبعا في 100 رح يصير سالب دلتا S-O2 يساوي 25 في 650 على 100 طرفين وسطين والوساوي واحد ونص مولاري طبعا هنا التغير في التركيز هو M2 ناقص M1 سالب M2 ناقص M1 وهنا عندي يساوي واحد ونص M2 أنا أريده سالب افتح قوس M2 ناقص الأموان هو 6 إذن ويساوي واحد ونص إذن سالب M2 موجب 6 يساوي واحد ونص هاي انقل هنا وهي يجيب هنا إذن M2 يساوي 4 ونص مولاري تركيز النهائي مال S-O2 هذا هو 4 ونص مزيد أوجدت طبعا من خلال النسبة المئوية تركيز S-O2 بعد خمسة ثانية زي الآن ماذا يريد السؤال النسبة المئوية للمتفاعل من O2 خلال خمسة ثانية يعني يجب أن أعرف اش قد تركيز O2 أربط هاتين المادتين لاحظ هذا سالب دلتا تركيز S-O2 سالب التغير في تركيز S-O2 سالب هذا التغير في تركيز S-O2 على مولاته في المعادلة هاي الإشارة السالبة يساوي سالب تغير في تركيز المادة O2 على مولاته في المعادلة مولاته في المعادلة معروفة الآن ويساوي السالب راح يروح هو السالب هنا التغير في تركيز S-O2 ماذا راح يصير عندي راح يصير ستة ناقص أربعة ونص دخل الإشارة ستة ناقص أربعة ونص مولاته اثنين يساوي هناش عندي راح يصير عندي M2 وعندي هنا أربعة يعني أربعة ناقص M2 بالنسبة لأوتو مولاته واحد طرفين وسطين هنا واحد ونص على اثنين خمسة وسبعين بالمية خمسة وسبعين بالمية وهذا اثنين يعني واحد ونص خمسة أو بوينت سبعة خمسة يساوي أربعة ناقص M2 إذن M2 يساوي أربعة ناقص أو بوينت سبعة خمسة ويساوي ثلاثة بوينت خمسة وعشرين بالمية مولاري إذن أوجدت هنا M2 ثلاثة بوينت خمسة وعشرين إذن بكل سهولة أقدر أجد المتفاعل النسبة المئوية للمتفاعل من أوتو يساوي إذن قد المتفاعل المتفاعل هو أربعة ناقص ثلاثة بوينت اثنين خمسة على الأصلي اللي هو أربعة في مية ويساوي أو بوينت سبعة خمسة على أربعة في مية ويساوي أثمنتعش بوينت خمسة وسبعين بالمية أو جهة هذا هو النسبة المئوية المتفاعل الآن يراد النسبة المئوية المتبقي من S أوتو في نهاية التفاعل في نهاية التفاعل هذا أربعة تقسيم واحد وهنا ستة تقسيم اثنين هنا ستة تقسيم اثنين ثلاثة S أوتو هذا راح يستهلك هذا راح يبقى من عنده باقي إذن النسبة المئوية للمتبقي من S أوتو في نهاية التفاعل هي تساوي صفر بالمية لأنه مية بالمية استهلك أو مية بالمية المتبقي صفر بالمية النسبة المئوية المتبقي صفر بالمية ستة تقسيم اثنين ثلاثة أربعة تقسيم واحد أربعة إذن من اللي راح يستهلك راح يستهلك الس أوتو قبل الأوتو إذن هذا راح يستهلك النسبة المئوية للمستهلك بما أن الس أوتو يستهلك بشكل تام إذن النسبة المئوية راح يصير للمتبقي تساوي صفر بالمية تساوي صفر بالمية هذا هو النسبة المئوية للمتبقي لأن هذا سيستهلك أولا ما عندي عندي صفر زين الآن يريد الزمن اللازم لتوقف التفاعل اشقد الزمن اللازم لتوقف التفاعل وهذا أيضا بإمكاني أنه أعرفه لأن عندي بعد مرور خمسة ثانية استهلك 25% طبعا أستطيع إيجاد خلال خمسة ثانية هنا خمسة سكند أقدر أجد سرعة التفاعل بدلالة المادة S-O2 ومن خلال السرعة أستطيع معرفة الزمن زمن انتهاء التفاعل من خلال المادة S-O2 أجي أقول R للS-O2 تساوي سالب دلتا تركيز SO2 على دلتا T وتساوي الآن عند التغير في تركيز المادة S-O2 هو 6 ناقص 4.5 على التغير في الزمن 5 ويساوي 1.5 على 5 فارغ ويف صفر 15 إلى 50 15 إلى 50 طبعا هنا بيبكاني هنا 1.5 على طبعا أقسم على 5 على 5 هنا 10 على 5 هنا بيها 3 ويساوي 3 إلى 10 أو بونت 3 مولاري إلى ثاني لأنه خلال 5 ثواني راح من عنده 3 بال 10 مولاري إلى ثاني هذا 15 إلى 50 يعني على 5 بيها 3 على 5 بيها 10 أو بونت 3 مولاري إلى هاي سرعة المادة S أو أيضا أطبق R للمادة S أو تساوي إيش قد عندي الآن راح يصفر تركيز راح يصفر إذا راح يصير عندي 6 ناقص صفر على التغير في الزمن هنا 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 3 يساوي 6 على delta t delta t راح يصير O 6 على O 3 نحذف فارزة نضيف صفر 60 على 3 و يساوي 20 ثانية هذا يتمثل زمن انتهاء التفاعل زمن انتهاء التفاعل لاحظ معي أوجدت زمن انتهاء التفاعل من خلال معرفة المادة التي تستهلك أولا اللي حددتها هي المادة SO2 وأوجدت زمن انتهاء التفاعل من خلال معرفة المادة المستهلكة وهذه طبعا عرفناها هي المادة SO2 بقى عندي أعلى تركيز يستصل إليه المادة NH3 أو المادة SO3 أيضا بإمكاني أن أجد أعلى تركيز تصل إليه بربط المادة SO2 بالمادة SO3 هنا تغير في تركيز المادة SO2 على سالب دلتا SO2 على مولاة 2 يساوي دلتا SO3 على مولاة اللي هو اثنين طبعا الاثنين راح يحدث مع الاثنين إذن التغير في تركيز SO3 راح يساوي 6 مولاري لأن الحجم 1 لذلك أعلى تركيز أعلى تركيز للمادة SO3 يساوي 6 مولاري وهو أعلى تركيز تصل إليه المادة SO3 يعني أعتقد أنه هذا السؤال فيه مطالب متعددة فيه مطالب كثيرة تجعلك في حالة فهم أكبر للمادة أنا وصلت إياكم إلى نهاية الدرسي لهذا اليوم بنهاية الدرسي أشكر كل من ساهم بإنجاحه من مصورين وكادر فني ومخرج ومشرف علمية ستعواطف الإبراهيمي وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى لقاء جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر